موسيقى طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم في الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين أطلقت هيئة علماء المسلمين مسابقة بل علماء فلسطين مسابقة الأسبوع القدس العالمي والتي تهدف إلى إشراك وتوعية الآباء والأبناء بالمعارف المقدسية واستنهاضهم للبحث والاطلاع وتثقيفهم بعقيدة الأقصى إيمانا وحبا وعملا يأتي إطلاق المسابقة ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي التي انطلقت يوم الثامن من مارس آذار وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته باركت حركة حماس إعلان هيئات وتجمعات ومراكز أسبوع القدس العالمي في الأسبوع الأخير من شهر رجب من كل عام وبارك رئيس الحركة في الخارج السيد ماهر صلاح بارك هذا التوجه وهذا الإعلان ودع الجميع من المنتمين إلى الحركة والمنتسبين إلى مشروعها والمؤمنين بخطها السياسي من أفراد ومؤسسات إلى المشاركة في الفعاليات المطروحة والتفاعل مع حملة أسبوع القدس العالمي صلاح عد ذلك فرصة حقيقية للتعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة مردفا بأنه زرع عظيم لأمل يقيني في نفوس الملايين بأن يوم تحرير القدس وفلسطين هو أمر واقع كما أضاف صلاح كما العلماء بالأمس هم اليوم يقودون مسيرة التغيير والتحرير وحراسة الوعي فيجتمعون ويعلنون أسبوع القدس العالمي أسبوع الوحدة أسبوع الترفع عن كل الجراح لإنقاذ المدينة المقدسة الجريحة على أمل أن يكون تحريرها قريبا عقدت هيئة علماء المسلمين في العراق ندوة توثيقية بعنوان القدس وفلسطين في عيون العراقيين بمشاركة مسؤول القسم السياسي في الهيئة الدكتور مثنى حارث الضاري يأتي ذلك في إطار مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع القدس العالمي التي تنطلق أو انطلقت في الثامن من هذا الشهر وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته قوموا هذا اليوم في الأيام القادمة بنشاطات وفعاليات عدة لنصرة فلسطين والقدس والمجد الأخصى في أسبوع القدس العالمي الذي أقرته الهيئات العلمائية في العالم الإسلامي لتقوم بواجبها اتجاه فلسطين والقدس في كل عام في الأسبوع الأخير من شهر رجب وهي فعاليات ومنشاطات متنوعة أدعو إلى زيادتها وأدعو المسلمين جميعا وغير المسلمين للمشاركة فيها تعبيرا عن تضامنهم مع قضية فلسطين والمسجد الأخصى ومدينة القدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم مع بدء فعاليات أسبوع القدس العالمي قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق يتيح للقراء الكرام تحميلة وقراءة كتاب فلسطين والقدس في أدبيات هيئة علماء المسلمين في العراق دراسة توثيقية في بيانات الهيئة وتصريحاتها الصحفية من عام 2003 إلى 2018 يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي الذي أطلقته هيئات علمائية رسمية وشعبية من الثامن إلى الرابع عشر من مارس آذار 2021 استمرارا وتماديا في محاربة الحق الفلسطيني وبعد النجاح والدعم الكبير الذي لقاه أسبوع القدس العالمي من أبناء الأمة قامت إدارة فيسبوك بإغلاق صفحة الأسبوع على منصتها بحجة عدم اتباع معايير مجتمع فيسبوك ولا يخفى استهداف إدارة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني المتزايد في السنوات الأخيرة بهدف كتم صوت الحقيقة الذي يحقق أهم ركائز حقنا الفلسطيني وهذا الإغلاق لن يثني عزمنا عن المضي قدما في نصرة قضيتنا وشعبنا وأمتنا إعلاميا بالوسائل المتاحة فلن نكل ولن نمل مهما مورس بحقنا من محاولات لإسكات صوتنا المرتفع بالحق دائما وأضافت الهيئات العلمائية إننا نتوجه إلى أمتنا وإلى أحرار العالم لدعم منصتنا على تويتر ريثما نحاول استعادة صفحتنا أو إطلاق صفحة بديلة دعت لجنة القدس فرع قطر في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى المشاركة الفاعلة في أسبوع القدس العالمي وأهابت بالأمة الإسلامية والقوى الوطنية والمؤسسات الإعلامية والعلمائية في أرجاء العالم للمشاركة الفاعلة نصرة للقدس والأقصى والمقدسات وضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي دعت رابطة علماء فلسطين العلماء والدعاء والخطباء في قطاع غزة إلى ضرورة المشاركة في المسير العلمائي دعماً ونصرة للأقصى والقدس المحتلة وذلك غداً الأربعاء العاشر من آذار مارس 2021 ينطلق المسير العلمائي من مسجد العباس إلى ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة وينتهي بكلمة مركزية لرابطة علماء فلسطين ويأتي ذلك ضمن مشاركة الهيئات العلمائية في فعاليات أسبوع القدس العالمية باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين انطلاق أسبوع القدس العالمي وأكدت أنها شرعت في تنفيذ العديد من الفعاليات منها مؤتمر شعبي تعقده يوم الخميس القادم الموافق 11 من مارس آذار وأشارت الحركة أن الأمين العام للحركة سيشارك في كلمة بهذه المناسبة إلى جانب مشاركة العديد من العلماء والقادة وذلك في قاعة الكومودور بمدينة غزة نهاية هذه الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة